بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الجداء السلامي حيث نتحدث عن دساتر التحويل لثانية ثانوي رقم 18 أنصح به شعبة العلم تجربية والتقني الرياضي والرياضي حيث قال أولا أحسب كيلة من بي على أربعة زائد بي على ستة وبي على أربعة زائد بي على ثلاثة ثانيا قال أحسب القيم المضبوطة لكل من كوس 5 بي على 12 وسينيس 5 بي على 12 وطنجونت 5 بي على 12 ثم كذلك عندنا كوس 7 بي على 12 وسينيس 7 بي على 12 وطنجونت 7 بي على 12 إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن في الأول أبناء ما عندنا قال أحسب كيلة من إذن نكتب هنا حساب كيلة من أولا ننطلق بالمثال الأول هو بي على أربعة زائد بي على ستة هنا أكيد سوف نوحد المقام معناه نضرب هنا في إثنان لاحظوا نضرب هنا في إثنان وهنا في إثنان ونضرب هنا في ثلاثة ونضرب هنا في ثلاثة ونجمع فتصبح لنا كم تصبح لنا خمسة بي على ماذا على 12 تذكروا هذا وعندنا كذلك أبناء اللي هي بي على أربعة زائد بي على ثلاثة أضرب هنا في أربعة وهنا في أربعة أضرب هنا في الثلاثة وهنا في الثلاثة وأجمع المقام أصبح موحد فصبح لنا 7 بي على ماذا على 12 أكيد هذه المعطيات التي طلب مننا سوف نحتاجها في الإجابة على الأسئلة الأخرى نأتي الآن إلى ثانيا أبناء قال أحسب القيم المضبوطة أولا ننتبه جيدا هنا وانتبه معي عندنا بعض الخواص أبناء درستموها في أدسات التحويل أنه إذا كان عندنا كوس ركزوا جيدا كوس آ زائد بي يساوي لاحظوا جيدا يساوي أن كوس آ في كوس بي ناقص سينس آ في سينس ماذا في سينس بي هذه قاعدة ودرستم شيئا آخر لهو سينس سينس آ زائد بي يساوي لنا ماذا يساوي لنا سينس آ في كوس بي زائد سينس بي لاحظوا جيدا في كوس آ لاحظوا وجه الاختلاف بين الكوس والسينس من خلال هذه العلاقاتين يا أبنائي نحل هذا المشكل الذي عرض علينا ندقيق هنا نقطة نقطة كيف تتم العملية ننطلق الآن بعبارة عن الكوس يقول أحدكم لكن كيف يا أستاذ نحن عندنا قلنا أنه بي خمسة بي على إثنى عشر قلنا هي بي على أربعة زائد بي على ستة إذن هنا تصبح لنا كوس ماذا بي على أربعة زائد ماذا بي على ستة تساوي نطبق عليه هذه الخاصية فماذا تصبح لنا كوس بي على أربعة في كوس بي على ستة ناقص كوس سينس سينس بي على أربعة في سينس بي على ماذا على ستة فقط يعني طبقنا هذه الخاصية بأم عينها فتصبح لنا كوس بي على أربعة معروف إنه جذر اثنان على اثنان وكوس بي على ستة هو جذر ثلاثة على اثنان ناقص ماذا كوس سينس بي على أربعة سينس بي على أربعة قلنا إنه جذر اثنان على اثنان في سينس بي على ستة لهو نصف فتصبح لنا تساوي لنا ماذا الجذر في الجذر يعطي لنا يدخل الجذر مع بعضهم البعض تصبح لنا جذر ستة وهنا تعطي لنا كم ناقص جذر اثنان والمقام واحد لأن اثنان في اثنان اربعة وهنا اثنان في اثنان اربعة فتصبح لنا هكذا اذا هذه هي كوس ماذا خمسة عفوا خمسة على ماذا على إث نعشر إذن تذكروا هذا سوف نتركها هنا لأننا سوف نحتاجها لحساب الطنجونت إذن نتركها في هذا المكان ونأتي بعدها أبنائي إلى ماذا إلى السينيس الآن السينيس بنفس الخطة نقول السينيس في خمسة خمسة بي على إث نعشر يسوينا ماذا يسوينا السينيس ماذا بي على أربعة زائد بي على ستة نطبق الآن هذه الخاصية الثانية تسوينا السينيس بي على أربعة في كوس بي على ستة زائد ماذا زائد سينيس بي على ستة في كوس بي على أربعة يعني متناوبة لاحظوا جيدا فتسوينا سينيس بي على أربعة اللي هو الجذر إثناني على إثنان وكوس بي على بي آه كوس بي على ستة اللي هو الجذر ثلاثة على إثنان إذن ونقول هنا زائد ننتبه جيدا زائد سينيس قلنا بي على ستة إنه واحد على إثنان في كوس بي على أربعة اللي هو الجذر إثناني على إثنان البسطة في البسطة أصبح لنا السينيس خمسة بي على ماذا على إثنى عشر يساوي هذا في هذا يعطي لنا جذر ستة زائد جذر اثنان والمقام واحد انه اربعة فقط يا ابنائي هذه خمسة بي على ماذا على اثنى عشر بعدها ابنائي سوف نأتي الى حساب الطنجونت الطنجونت ماذا يساوي لنا اذا عندنا طنجونت خمسة بي على ماذا على اثنى عشر يساوي لنا ماذا يساوي لنا طنجونت المعروف عفوا يساوينا قلت يساوينا سينس خمسة بي على اثنى عشر وعلى كوس ماذا خمسة بي على اثنى عشر ويساوي لنا إذن نضع خط الكسر هكذا نأتي بالسينس ها هي قيمتها يا أبنائي نضعها هنا في البسط والكوس نأتي كذلك بقيمتها ونضعها في المقام عندنا كسر على كسر ماذا يحدث تنقلب الأمور فتصبح لنا تساوي لنا جذر ستة ناقص زائد اثنان على اربعة في مقلوب الآخر لهو اربعة على ماذا على الجذر هكذا جذر ستة ناقص جذر اثنان يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا تساوينا جذر ستة زائد جذر اثنان على ماذا على جذر ستة ناقص جذر اثنان ويمكن أبناء كذلك أن نقوم بعملية التبسيط هنا ونضرب في شيء اسمه المرافق معناها تصبح لنا هنا لو نضرب هنا في المرافق هكذا إذن نضرب في لننزع الجذر من المقام لهو تصبح لنا جذر ستة زائد جذر اثنان وفي البسط كذلك بما أن نضرب في المقام في نفس العدد نضرب في نفس العدد في البسط زائد جذر ستة زائد جذر اثنان فتصبح لنا المقام أكيد يصبح لنا هذا مربع لهو 6 ناقص هذا مربع لهو ناقص 2 أما البسط فيصبح لنا متطابق الشهير رقم 1 معناه هنا يمكن أن ننزع هذا وتصبح لنا جذر 6 زائد جذر 2 لكل مربع يصبح لنا مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعف الجداء معناه 2 جذر كم لاحظوا جذر 12 فتصبح لنا كم أبناء هذا مع هذا يصبح لنا الثامنية زائد 2 جذر كم جذر 12 على ماذا على أربعة تصبح تساوينا كم يمكن أن نقسم الكل على هنا على أربعة ركزوا جيدا تصبح لنا كم أبناء يصبح لنا الثامنية على أربعة زائد 2 في 2 في جذر 3 على ماذا على أربعة يقول أحدكم لماذا لأن الاثنى عشر هي اثناني في ثلاثة خرجت اثناني في أربعة خرجت لنا الأربعة باثنان فنختزل هذا مع هذا وهذا مع هذا فتصبح لنا هي اثناني زائد جذر ثلاثة هذه هي ماذا خمسة على اثنى عشر فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الأخير قال كذلك سبعة بي على اثنى عشر وسيونس وطنجونت نحن درسنا أنه قلنا أنه بي على ماذا بي على أربعة زائد بي على ثلاثة قلنا هي من تعطي لنا السبعة بي على اثنى عشر نطبق الآن فقط يا أبنائي فتصبح لنا كوس بي على أربعة زائد بي على ثلاثة يساوي لنا ماذا يساوي لنا كوس بي على أربعة في ماذا في كوس في كوس بي على ثلاثة ناقص سينس ماذا بي على أربعة في سينس ماذا بي على ثلاثة لم أفعل شيء طبقت الخاصية هذه فتصبح لنا جذر اثناني على اثنان في ماذا في كوس بي على ثلاثة اللي هو النصف ناقص ماذا ناقص سينس بي على أربعة اللي هو جذر اثناني على اثنان في سينس بي على ثلاثة اللي هو جذر ثلاثة على اثنان فتصبح لنا كام صبح لنا جذر اثناني ناقص جذر ستة على اثنان على أفوا على أربعة أتذر على أربعة إذن نكتب هنا كوس سبعة بي على ماذا على اثنى عشر وجدناها أنها تسوينا جذر اثنان ناقص جذر ستة على ماذا على أربعة هذه فيما يخص الكوس نأتي بعدها أبنائي إلى السينيس السينيس كذلك لهي نطبق عليه الخاصية الثانية لهي السينيس ماذا سينيس بي على أربعة زائد بي على ثلاثة تصبح تسوينا ماذا تسوينا السينيس بي على أربعة في كوس ماذا بي على ثلاثة زائد سينيس سينيس بي على ثلاثة في كوس بي على أربعة لم أفعل شيء أنا أطبقه في القواعد فقط فتصبح لنا سينيس بي على أربعة وهي جذر اثنان على اثنان في سينيس في كوس بي على ثلاثة وهي النصف زائد ماذا زائد سينيس بي على ثلاثة وهي جذر ثلاثة على اثنان في كوس بي على أربعة لهو جذر إثنان على إثنان فتصبح لنا إذن كوسينيس عفوا تصبح لنا سينيس سبعة بي على إثنى عشر يسأل لنا جذر إثنان زائد جذر ستة على ماذا؟ على أربعة ها هي الآن أبناء قد حسبنا السينيس والكوسينيس نأتي بعدها أبناء إلى حساب الطنجونت بنفس الطريقة التي فعلناها في المثال الأول فتصبح لنا طنجونت سبعة بي على إثنى عشر يسأل لنا ماذا؟ يسأل لنا خط الكسر هكذا يسأل لنا السينيس ها هي السينيس على ماذا؟ على قيمة الكوسينيس ها هي كذلك قيمة الكوسينيس لاحظوا جيدا يذهب الأربعة مع أربعة بقاعدة المقلوب فتصبح تسأل لنا جذر إثنان زائد جذر ستة على ماذا؟ على جذر إثنان ناقص جذر ستة يمكن أن نضرب يا أبنائي في المرافق إذن فتصبح لنا جذر إثنان زائد جذر ستة ونضرب كذلك في البسط جذر إثنان زائد جذر ستة فتصبح لنا في المقام يصبح لنا جذر إثنان مربع لهو إثنان ناقص جذر ستة مربع لهو ستة والبسط يصبح لنا متطابقة شاهرة رقم واحد إذن بما أن المتطابقة شاهرة رقم واحد تصبح لنا مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعف الجداء معناه اثناني جذر اثنى عشر لأنها تصبح لنا جذر اثنان في جذر ستة فتصبح لنا تساوي لنا الثامنية زائد اثناني ونستخرج كذلك الاربعة من تحت الجذر تصبح لنا اربعة جذر ثلاثة على ماذا على ناقص اربعة فتصبح لنا كم ناقص اثنان زائد ناقص ركز جيدا ناقص جذر كم جذر ثلاثة هذه هي الطنجونت فقط يا ابناء وفي الاخر ابناء وبناتي الاعزاء اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما ارجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته